المتابعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو المهم جدا من فيديوهات ودروس تعليم اللغة التركية في درس اليوم ستحفظ معي أكثر من عشرين عبارة تركية للاستئذان طبعا كلنا بحاجة لنعرف هاي العبارات شوف عزيزي المتابع قد يكون الاستئذان من الأمور البسيطة والتي تأخذ أقل من دقيقة ولكنها تبقى ضرورية لبناء علاقات جيدة مع الآخرين وللتعامل بصورة مهذبة ولا بقاء سواء كنت تعامل مع الزملاء في العمل أو مع الأصدقاء أو مع المجتمع المحلي الاستئذان يعتبر أمر مهم ومقدر عند الجميع لهيك رح نتعرف على هاي العبارات ونتعلم كيفية استخدامها بصورة صحيحة ومناسبة في الحياة اليومية حسنا دعونا نبدأ درس اليوم ولكن بعد الفاصل ياني دان هوش كالدينيس أول عبارة لازم تحفظها إذا كنت بدك تسأل حدا سؤال بالبداية لازم تطلب الإذن تطلب الإذن بالسؤال استخدام هاي العبارة سورا بلر ميم سورا بلر ميم أو شيني اسألك سؤال بير سورو سورا بلر ميم بير سورو سورا بلر ميم العبارة التانية معنى إذا بتسمحلي أو إذا أذنت لي أو إذا بتإذنلي خلونا نعيدها مع بعض لتحفظوها العبارة التالية سمحولي أو أنا أستأذن هاي منستخدمها إذا كنا بمكان مع حدا وبدنا نطلب الإذن بالمغادرة سهران عند حدا وبدك تطلع وقد تقول له بانا موساعدة يادا موسادنظلي يعني عن عن أذنك يعني بدون الإذن العبارة التالية بان yoゅلция يومك م겠 لم ينسى درسة گل مية بلير ميتم بان yozullςك يومك مية بلير ميتم درسة گل مية بلير ميتم أنا منطور سافر في ماذا أجعت درس يعني بتسمح لي ما اجعل درس لاني مسافر هاي بتحكيها اذا كان الطالب عندي مثلا بدوراتي وبدأت تطلب اذن بالغياب عن شي درس من دروسي بان يولجوك ياب مكزور ديم او بير اشي موار مثلا عندي شغل درسة جالمية بلرميم العبارة التالية شوفر بي, لتسن, اورته اذا اركا كفي اشار مسنز شوفر بي لتسن, اورته يدا اركا كفي اشار مسنز يعني حضرة السائق من فضلك لو سمحت ممكن تفتح لي الباب الاوسط او الخلفي حسب الباب اللي انت حابب تنزيل منه شوفر بي لتسن, اورته اذا كان الوسط اركا اذا كان الخلفي سب mastered العبارة تالية من عبارة الاستئذان هذه one party هو عبارة الاستئذان stupid is terazcoynust ها اذا хочешь تسال حد capac enthusi feast لو سمحت كلمة pardon understand العبارة التالية من فضلك لو سمحت هل يوجد هل يوجد هنا سيدالية العبارة التالية يعني عفوا أنا ما عم بفهم عليك هل بتحكيها لحدا تركي مثلا أنا بحكي معك بسرعة وانت ما عم تفهم عليك فبتل له يعني أنا ما عم بفهم عليك يوريك يوش يوشع الحكي alltحكم عليك 난 انكمل لي 900 ما حهم عليك غريبا وهذهının استخدامها ابنة التالية نج primل اش Sharon هذا السؤال. كيف نذهب على تقسيم من فضلك؟ العبارة التالية أفدارسنز، قايا بلير ميم؟ يعني عفوا هل يمكنني أن أمر؟ هاي إذا بدك تطلب الإذن بالمرور يعني بدك تعدي وفي هذا قدامك بدك تطلب منه يسمح لك تعدي شو بتقول له؟ أفدارسنز، قايا بلير ميم؟ العبارة التالية سوزümü yanlış anladınız. Bunu açıklayabilir miyim؟ سوزümü yanlış anladınız. يعني انت سنتك لامي غلط. Bunu açıklayabilir miyim؟ سوزümü yanlış anladınız. Bunu açıklayabilir miyim؟ يعني انت سنتك لامي خطأ. فني وضح، هل يمكنني تضيح؟ العبارة التالية مثلا، نماز قلمadım. قلماك için مسجدة gidebilir miyim؟ نماز قلمadım. قلماك için مسجدة gidebilir miyim؟ يعني أنا ما صليت. تسمح لي روح عالمسجد شانصلي؟ أنا ما صليت. تسمح لي روح عالمسجد شانصلي؟ نماز قلمadım. ما صليت. قلماك için. من أجل الصلاة. مسجدة إلى المسجد. جيدا بليرميم. أين يروح؟ العبارة التالية. وهي كثير تستخدموها انتم بشكل يومي. باكار مسنس. باكار مسنس. باكار مسنس. هي منستخدمها كثيرا بالمطاعم أو بالماركت أو بالكافهات. للنادي على القرصون أو على أحد العاملين في المكان. لا تسألوا عن شيء معين. مثلا. بتدور على حليب أطفال. بشي ماركت. وما لقيته. وبدك مساعدة. فبتنادي على أحد العاملين باستخدام هاي العبارة. باكار مسنس. باكار مسنس. يعني أي حدا فاضي يجي يشوف أنا شو بدي. باكار مسنس. باكار مسنس. العبارة التالية. إيشاري جيرابليرميم. إيشاري جيرابليرميم. إيشاري جيرابليرميم. هل فيني إدخل؟ هل يمكنون الدخول؟ أو هل تسمحون لي بالدخول؟ إيشاري جيرابليرميم. هاي أكيد واضح وين ممكن نستخدمها. إذا بدنا ندخل على مكان. وبدنا نطلب إذن بالدخول. طبعا. لازم نطلب إذن بالدخول. وينما كنا بدنا نفوت. العبارة التالية. إيزني نزلي جيرابليرميم. إيزني نزلي. بعد إذنك. جيرابليرميم. هل تسمحون لي بالانصراف أو الخروج؟ إيزني نزلي جيرابليرميم. طبكي جيرابليرسن. إذا فيني. اطلع بيقول لي. طبكي جيرابليرسن. وإذا ما فيني. هاير جيرابليرم. لا ما فيك. العبارة التالية. كتابı. بانا ورررميسنز؟ كتابı. بانا وررميسنز؟ كتابı. بانا. لألي. وررميسنز؟ هل أعطيتني الكتاب؟ أو هل ممكن تعطوني الكتاب؟ حدا مئر كتاب معين. وإنت بدك تطلب منه. يعني بدك تطلب يعطيك الكتاب. فبتحكي هاي العبارة. كتابı. بانا وررميسنز. أو وررميسن. طبعا نحن نستخدم الميسنز. لأنه يصيغها اكثر احتراما. باليورسونوز ديلم. تعرفوا صح؟ العبارة التالية. وقتينيز وارما. وقتينيز وارما. يعني أنا بدي. نحكي معحدا. ودي اسأل اذا عنده وقت. وقتينيز وارما. عندك وقت. ممكن تسمعني. عندك وقت نحكي. وقتينيز وارما. يدا بوش وقتينيز وارما. يعني انتفاضي. بوش وقتينيز وارما. العبارة التالية. oraya. oturabilir ميم. oraya. يدا burada. oturabilir ميم. يعني. فيني اجلس هون او هنيك. oraya. oturabilir ميم. يعني أنا. في حدا قاعد. وبدي. طب اذن نيقعد جنبو. فبقلو. burada. يدا oraya. oturabilir ميم. العبارة التالية. لطفا يavaş كونشا بلير مسينيز؟ لطفا يavaş كونشا بلير مسينيز؟ هل يعبارة اكتير بتنزم. بسراحة. يعني حدا تركي. أبيحكي بسراعة كتير ورد بسراعة عبيحكي بتار فو اتفاك بحكوا بسراعة. بدك تطلب منه يحكي بهدوك فبتحكي له ياها هيك لطفا يلاش كونو شا بليرمسن لطفا يلاش كونو شا بليرمسن نسب صيغة الجماعة للاحترام بنا توزو وزا طا بليرمسن بنا لإلي توزو وزا طا بليرمسن هلا ناولتني الملح؟ بنا توزو وزا طا بليرمسن قاعد على السفرة يا حرام والملح بعيد عنك وبدك حدا يناولك ياه فبتحكي له لهذا الحدا اللي قاعد جنب الملح بنا توزو وزا طا بليرمسن العبارة التالية إذا أنا بدي روح الحمام بدي أطلب إذن أن يروح الحمام لاظابو يا جدا بليرمم لاظابو يا جدا بليرمم لاظابو اللي هو الحمام أو المغسلة لاظابو يا إلى جدا بليرمم متين يروح علي الحمام أو المغسلة العبارة التالية الزين فيرسنز بير دقيقة نظرة على بليرمم يعني想ى أن أخذ منوقتك دقيقة لو سمحت إذن رسنز إذا بتعطيني الإذن بير دقيقة على بليرمم нуться أن أخذ منوقتك دقيقة آخر عبارة بدرس اليوم هي سيزي راهاتسز اتمك استمام اما بيرشي دانشمك استيورم يعني محابب ازعجق بس فيني استشيرك بشي سيزي راهاتسز اتمك استمام يعني انا محابب ازعجق اما لكن بيرشي دانشمك استيورم بيرشي دانشمك استيورم وطبعا عزيزي المتابع فيك تعدل أي عبارة من العبارات السابقة بما يناسبك وحسب الموقف وحسب المكان وهيك أصدقائي منكون تعلمنا مع بعض أهم عبارات الاستئذام باللغة التركية حطوا لايك للفيديو اشتركوا بالقناة إذا لم يشتركوا فيها ولا تنسونا من تعليقاتكم النطيفة شوفكم بعبارات جديدة وفيديو جديد إلى اللقاء شكرا